الكيمز كيت من لخرج؟ لخرج مجرد انتهت صراحة انتهت علي الى هذه المرة اه مهم مهي هل يتوحسنا بنبان فى كاميرا ومشيطة ورحمة وثاني نزبطوا مواضعه وتحمل حاجه او مو هدى المرة تصبح هنا نواتكم انا انا مغالس لم يكن تغضر كان دي شيء بالله انا اشكل واحد عدو دور وفورا هاد شيء بطبيعية الحالة حيات مهم اليوم اجبت لكم واحد الفيديو الي غنعود في واحد اصطوري على القصة كنتمنى انكم اعجبكم وما بقوة بلان اوصلوا الف ابوني لاتس جو تو دا فيديو الاش نعدت بصبع يوكا قصتيا اليوم وما الى واحد دريا عيشت بوحدة في واحد الدار اي ديك الدار هي اصلا شي شوية ما من اتباهش مع الحالة الى اليالة كيف سعيسى يعني خدامة بوحدة قد قتل مع الوقت واتشي عادي انها مالا ما لا تنسى شي حويج ما تدلو مش في الدار اليالة نظمع مو ان الدريات يكونوا يعني هزي اليوم ترتيب و هزي و لكن الضروف دير الحياس كتخليك انك تدل شي حويج اللي انت اصلا ما باغي يصديره يعني جدك شوية برد هزي البلاسة هذي كانت غير كارياها يعني كان الباب ولا شي حاجة بحلق قدامه و كي بدوي يتحديو مع البلطرية كتسمع شي صوت الصداء معني كانت واحد نهار زي مال خدمة وعيانة انفوا واحد فش كي يزي كي بغير صح يعني كيف فكر انه يدوش انفوا فش دخلت الحمام بجدوش لغرفة الحمام لها انه البلاسة وخاية تعدط ولكن تبقى البلاسة محزولة فيها شوية تعطل في الأول خافت من شفت دكشي يعني نغم الموخية عيشة دي مجمع قلت صافي ماشي مشكي لها لان كنات تخيل شي حاشو من بعد عمرات ذاكة نحول الاستحمام دي الاف باش تعوم وجدت كل شيء وفالاخر قلست وحسست بالراحة مع التلخات صافي يعني بقيت كدحك على الراسة بقيت اللي يعني شفت ديك الراسة بقيت كدحك بقيت كدحك بقيت كدحك على الراسة واحد شوية بقيت كدسمع النقاط دي الما لفابو كدحك نقاط بشوية بشوية وقلت اوه كيف سداء وطلع هذا الصوت يعني ما خلاش تكون صونترا ما خلاش تكون صونترا مع هذاك التوش ديال نادت سداته سداته ولكن لقيته يديس انه مزيّر مزيان يعني محتى نقطة وحدة جاهل ما عددت كيف اجدرته بطلع صافي قالت وقال عودتنا لك انتخيل ويد قلز اجعت جد ووش واحد شوية تا عودتنا بدادك الماء قلت صافي ما تدير يجفي ديالست دقيقة تحل الباب يعني الباب هي ملفة ملفة اصلا تتحلوا بسبب البرد يعني رايشي مشاشي واحد كما كنت لكم رايش يساكنا بواحد ما بيهاش ولكن في ذلك شي قديم يعني هي كارير وذلك الباب ملي تحل مع البلد قالت صافي لا هل هو هداك تخليه حل ببعب لكن نضعت نضعت ورجعت ورجعت صافي ملي رزعت قبل قبل ما جي ذلك الحوض للإساحمام ديالها تخيل معي كان ذلك الانعكاس السعلمة التي تترى سبس تشوفها لقيت أن وجهة اللي في الانعكاس السعلمة ماشي بحل وجهة دياله الحقيقي يعني كما كنتشوف بحل كف الملايا ولا كيفما كنتشوف في كومان في الكاميرا كنتشوف ماي وزي لقيت مغايرة لها ديكتين اللي سافت بحل تتخلي عاد سلسي حاج فس جرت للسانة بحل كيفما كيبغي يتصور شي انسان عادي كيدا ديك البوز ديالها كي خرج للسانة عادي إذا ربعتها لقيت رسالة انها تحركته في غير مدالة ديك اللعبة في انعكاس السعلمة ولكن لاحظة بوجودة حاجة حاجة على الجنب اللي سردي علىها بذلك الحاجة لبادلها لما كنتشوف بحل صورة اللي بصراحة انفو كنتشوفتها انا في ذلك الصورة بحل كلك كنتشوف نسمح في تدوائس نسمح في كل شيء انا اهرب وقعت تعرف تعرف عريا وما تبقعت في ذلك الموقف اللي بقعت في هالدرية اه 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 اتخذي نقول لكم بقعت بحل الكاي قلت صافرة غادي تكون عاوتانية غادي تخيلات ولا تشيحات ولكن في نفس الوقت ما قدداتش يعني انها اه تفكر تقول صافي تبتي حاجة اخصني ممشي ايه ما عدت هاد تفكر ارزحات قلسات عاوتانية من اللي قلسات وحسات بغيمو بحل بحل شي حاجة احدها يعني بحل تبولشات كيف ما نقوله احنا ما بقعت شبه اه دورت قلت صافي انا قلت من اللي ناطات حسات بللي بحل دك الحوض الاسي حمام دياله ارزليها مثلا الاسرية وحلات وحلات امه ولا وحلات امه ما قدرتش تنوت اللي قدرتش حد شوية حسات بحل انه من سيغل حوض الاسي حمام اللي غادي شدكها حسات بحل شي حد شدها ومن بيت نادت ورقت انه ازليها الاسرية صار في مقاتبة غد نوتك نادتها برج الوحدة وفغيمو من اللي من اللي صار في توكان يعني شدت في دك الكرسي يعني طاري للهمام بس انا غادي اللي تتعاون بها باش تنوت نادت ووقفتش وكانت خلاش معاتها وحد حاجة من ديال ايكاس اللي كانت تكتشوف ديال شنبالي صار ماللي خلاش معها بحلقة وبيت لها وحد الوجه بشكل حاله شي بنت لها شي فسان ابيض ولوجه ديالها بشكل ديال فسان البيض يعني ما كانش بيت صافي بحلقة كما كتشوفه بحل الحياة لا كان بحالة موسخي شوية وبقات واقفة يعني كتشوفها وديك الدرية بقوة الخلعة نورمال الموضع هذه انه اي انسان يديرها غوتات حي تشوف تكشي منظر خيب صراحة ما ليه غوتات ديك الدرية كانت كتدحك بوحد صورة غريبة بحالة انها مقاشية كتدحك بحالة 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 موسخي بدأت تغوطل معها ولا معنى شنو ودك الوجه عندما كان فيه شقة من الواسط بانو فيه جوج فوام جوجه عندهم سنان كبار وشي حاجة يعني مغيره على سفر الانسانية منتما ديكم اعرفين دبا اتمنقل ذلك نعود على غوست بسابتشي ديك المنتصر في غوتات ودك الكيان اللي كان حداها حاول انه يجرى حتى يجرى ودك الكرسي ويجرى دك الكيان ودخل المراية حتى غدا وقد تدخل المراية حتى وكان حتى وكان قاومت ومن بعد بقيت في الحياة دينا نحنة يعني مشات العالم الاخرى بقيت في العالم دي الإنسان ومع ذلك انفوا ديك الكيان تخل ديك المراية هي ناضة بقاعدة يديزة كانت تحت بقوة ان ديك المطايفة اللي وقعت بيناتهم ديك الجرفة والاخراري يعني بحلا سيدة ترطاج وكانت راسل تضرب لها مع الحياة وكانت سعليها الدم ومع ذلك مليقها ومعتصافي وتخل ديك الكيان المراية ناضة بقاعدة ديك القوة اللي بقات اللي هاول إني الرجل اللي بقات ضربت ديك المراية هرساتها بس تكسيم ما يبقىش يعود يخرج جيت بس انها بس تناضة صافة تخرج من ديك البلاسة حسست بلاسة انها مقدتش وطاحت في ديك الحوض الاس الحمام اللي اعمرت دم وعمارة دم في راسة كانت زيف وفهم هاته هو وجهة من حاجة ومن اللي جاوا اصحاب اسعاف وعرفوا هاد الخبر هاده يعني بدأوا كيعتوا اراء والبوليس هما بدأوا كيعتوا اراء ديرهم قالوا بأن البوليس قالوا بأن مثلا شي مجرم ولا شي شفار بغيش فارد تطالو شي حاجة وسمع ذلك الصوت وبدأك يطالب معها تطيحة يعني ذلك الحوضون وتربلها على صمان حاجة منزب هذا الاراء تقال البوليس أما بالنسبة الاسعاف المسعفون اللي جاوا قالوا بأن تقدرت تكون دعمة غير تخيلت هاد الشي ومعها هي عيشة بوحدة في الدار تخيلت هاد الشي دعمة وتخلعت هاته ولا زلقت مع هاده كلمه زلقت وتطاحت وبحالك أكوسة اللي هاد بقى ها رأي شخصي هادهك وتتتمعتكم رأي شخصي دياركم قلوا لي كيفاش زيتكم هاده القصة من خلال رأي دياركم حاولوا أني كومن تقولوا لي في كومون ديارات الجحش ومن هنا قدام رأي شخصي قصة صبح هاده وكنتمنى أني يكون عجبكم الفيديو وعشتوا معي لحظة شوية مع هاده القصة وغير ما تطوليش بزعف ولكن ما تخرجوش بأنني رجعت رأي شخصي دياركم فيديو كل يوم ولا كل يومين باش ما عمري ما قد تعطل بلا ما تطولي لكم بزعف يعجبكم الفيديو بسوش لايك تابسكراك كومنت ومن هناك فيديو جديد PEACE ترجمة نانسي قنقر